ثانية صباحا ثانية عشر بتوقيت جونتش مجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرافية في مدينة الأمل جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية وكذلك مشروع استصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء ووجه الرئيس السيسي بمواصلة التنسيق والتكامل ما بين مختلف جهات الدولة لتعزيز الخطوات التنفيذية لمشروع استصلاح وزراعة 270 ألف فدان بوسط وشمال سيناء كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز سير العمل في المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل في ضربة أمنية جديدة تؤكد مدى قدرة أجهزة ووزارة الداخلية على تحقيق الأمن للمواطنين وفرض هيبة القانون وبث الطمأنين بين المواطنين نجحت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي في ضبط مرتكبي واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهله سالما وتعد سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساسة بأمن وطمأنينة المواطنين أكد وزير الخارجي سامح شكري موقف مصر الراسخ تجاه تعزيز بنية الأمن والاستقرار في ليبيا فضلا عما توليه مصر من أولوية لتغليب الحلول السياسية الليبيا في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا والذي استضافته الجزائر وقال المتحدث باسم الخارجية إن الوزير شكري شدد خلال كلمته على الدور الهام المنوط بدول الجوار في إطار الحرص على استثباب الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق نحو بناء دولته المستقرة كما أشهد شكري بما حققته لجنة خمسة زائد خمسة العسكرية المشتركة وآخرها فتح الطريق الساحلي بين الشرقية والغرب ومن ثم ضرورة توفير الدعم الكامل لها من أجل استكمال مهامها المختلفة بما في ذلك ضمان خروج كافة القوات الأجنبية وكذا المقاتلين الأجانب والمرتزقة أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن جميع المواطنين سواسية وحقوقهم محفوظة بالقانون خلال استقباله بقصر قرطاج لأحد المواطنين قال سعيد أنه حرص على تنظيم هذا اللقاء للتأكيد على أنه لا مجال للظلم والتنكيل بالتونسيين والعبث بقوتهم كما أعلن العمل على قطع كل طرق الفساد تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو طالبان إلى ضمان خروج آمن للأفغان من أفغانستان دون المطالبة بإقامة منطقة آمنة كانت فرنسا قد دعت إليها وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر خلال جلسة حول تطورات في أفغانستان لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة بينهم فرنسا والمملكة المتحدة فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت وأعد مجلس الأمن التأكيد في القرار على أهمية احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات كما طالب بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أو مهاجمة دول أخرى ولا لإيواء إرهابيين أعلنت الولايات المتحدة اكتمال انسحاب قوتها من أفغانستان بعد نحو عشرين عاما من الحرب هناك وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية كينث مكنزي في مؤتمر صحفي أن السفير الأمريكي كان على متن آخر رحلة من أفغانستان أعلنت وزارة الصحة تسجيل مائتين وثلاثة وستين حالة جديدة تبتت إيجابية تحليلها معمليا بفيروس كورونا ووفاة ست حالات جديدة إضافة إلى خروج ثلاثمائة وواحد وثلاثين متعافيا من المستشفيات وذكر المتحدث باسم الوزارة أن إجمال العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو مائتين وثمانين وثمانين ألفا ومائة واثنين وستين من ضمنهم مائتين وثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة وثمانين حالة تم شفاؤها وستة عشر ألفا وسبعمائة وسبع وعشرين حالة وفاة أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن اتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 22 داخل وخارج مصر أمام أنجولا والجبون وليبيا بالإضافة إلى مبارتين الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديالا ويدص الاتفاق بين المتحدة للخدمات الإعلامية والاتحاد الدولي على حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات On Time Sports لكل هذه التصفيات التي ستنطلق يوم الحادي من سبتمبر لمزيدا من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا على طيب المتابعة كانت معكم دارين مصطفى وإلى اللقاء